اشتركوا في القناة حلم الخاتم بالنسبة للفتاة العزباء حلمه مبشر فاذا وضعت العزباء باصبعها خاتما او اشترته او حصلت عليه كهدية في المنام ده بيدل على زوجها وخير الرؤى الخاتم طبعا الغالي السمين واذا كان فيه فصوص او اكتر من رمز ده معناه ان شاء الله العريس مقتدر وميسور الحال ماديا القلاة في المنام بالنسبة للبنت العزباء ده يعني رمز من رمز الزواج واذا كانت القلاة سمينة ده اشارة للعز والجاة فاذا شافت ان شخص بيلبس قلاة او شافت ان شخص اهداها قلاة في المنام او شافت ان هي اشترت قلاة في المنام تستبشر خير على طوله وتعرف ان ان شاء الله فيه زواج قريب جدا بإذن الله المصحف الشريف بالنسبة للبنت العزباء زي احتضنته في المنام او فاتحته اوجاها يعني اخدته من شخص هدية ده بيدل على زواجها في القريب العاجل بإذن الله ومن شخص زو اخلاق هيحافظ عليها السرير الجديد في المنام دي يعني من العلامات القوية جدا اللي اتبشر البنت العزباء بالزواج واذا كان طبعا السرير فخم ومريح ده معناه ان شاء الله فيه رأي يعني زواج من شخص مقدر الحال ماتيا سواء ان شافت البنت العزباء ان هي بتشتري سرير جديد او بدلت السرير اللي عندها في البيت بسرير جديد او شافت ان هي يعني شخص ده سرير هدية تستبشر خير على طوله وتعرف ان ان شاء الله فيه زواج من شخص مناسب لها تماما حلم الحج او الحج ده مبشر للزواج في حج العزباء اللي بيت لها الحرام وارتداء سياب الاحرام او الطواف حول الكعبة في المنام ده من رموز اللي بتدل على الزواج في القريب العاجل بإذن الله شراء السيارة في المنام في الحلم او اهداء سيارة جديدة للعزباء يعد رمز للزواج وطبعا كلما كانت السيارة فخمة وغليت السمن كلما كان حظ العازبة اكبر بإذن الله صوب الزفاف في المنام او يعني فستان الزفافة او الفستان الابيض او الملابس الجديدة عمتا دي من الرموز القوية جدا اللي بتبشر اي بنت عزباء اه بالزواج في القريب العاجل وطبعا كلما كان الفستان جميل وجديد اه ده بيبشرها بزواج من شخص مناسب لها تماما طبعا اه الحزاء ايضا الجديد في المنام سواء اشترت حزاء جديد او شخص ده هدية اه حزاء جديد او شافت ان شخص بيلبس حزاء جديد في المنام تستبشر خير على طول وتعرف ان شاء الله في زواج قريب جدا من شخص مناسب لها تماما وزا كان كعب الحزاء ده عالي فهو رمز لحال افضل بإذن الله احباب الله اه ما تنسوش اه تكتبوا احلامكم اسفل الفيديو علشان نفسرها لكم في اسرع وقت اه ربنا بشاركم بكل خير ما تنسوش ايضا ان انت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان قناتكم توصل لكبر قدر من الناس دمت فرعة الله امن وللقاء فيديو اخرى السلام عليكم ورحمة الله